السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طريقة تثبيت واستخدام برنامج الدردشة الفيديو العشوائية او التلقائية ميني شات الهاتف اندرويد طبعا هذي التطبيق خرافي حصل على شهرة كبيرة انك تقدر تدردش مع العربيين مع الخليج مع الدول العربية دردش فيديو عشوائي اوكي جدا خرافي حتى تتعرف على اناس وتتكلم معهم حتى تقدر تتعلم اللغة واشياء كثيرة في هذا الفيديو باشرح لكم هذا البرنامج اول شي طريقة تحميل وتثبيت هذا البرنامج ادخل الديسكريبشن وحمل التطبيق بالطريقة العادية بعد التحميل والتثبيت الحين نروح لطريقة استخدام التطبيق اول شي افتح التطبيق بعد ما تفتح التطبيق اعطيه صلاحية اللازمة والحق الوصول اضغط على سماح اوكي عندك هنا التشجيل عن طريق الفيسبوك والتشجيل عن دخول عن طريق البرنامج نفسه انت تقدر تختار الاسهل انك تضغط لو عندك حساب فيسبوك اضغط على تشجيل بعساب فيسبوك اذا ما عندك فيسبوك اضغط على الخيار الثاني اللي راح اضغطه الحين بعد ما تضغط على الخيار الثاني راح يعطيك قائمة المعلومات اول شي يقول لك حط ايميلك او اوكي يا شباب هنا مثلا اوكي تحط يا ايميلك يا تليفون يعني رقم موبايل اوكي انا افضل رقم موبايل لاني اسهل راح احط اول شي فتح خط ومعدين رقم موبايل اوكي راح حفظ الناس من شوفون بعد ما تكتب راح فتح خط ورقم موبايل مباشرة اضغط على هذا الزر اوكي بعد ما تضغط على هذا الزر الحين اضغط على ارسال رمز تحقق اول ما تضغط على ارسال رمز تحقق لازم تنتظر حتى يجيك مكالمة مكالمة تفعيل مثل ما تشوفون هذا هو المكالمة هذا هو المكالمة ترد على المكالمة وتحط الكود راح أرد على المكالمة اوكي بعد ما تحط الرمز تحقق يوصل على الرسالة النصية او يتصلك مكالمة تحط نفس الرمز اللي راح يوصلك فيه نفس الرقم اللي حطيته عند التسجيل اول مرة لما تسجل الحساب اوكي هنا لو فتحلك هذا الصفحة راح تحط حسمك الاول حسمك الاخير وتحدد ذكر او انثى وتضغط على continue اوكي بعد ما تسجل دخول تحط تعطي الرمز تفعيل حسابك في ميني شات اوكي الآن تضغط على تعطي صلاحية وحق الوصول اضغط على اي واحد هنا الناس من شوفون اثناء استخدام التطبيق سماح 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 اوكي الحين هنا مثل ما تشوفون تقدر تختار الدولة تختار الدولة اللي تريد تسوي معاها دردشة فيديو يعني اذا تختار الدولة المانيا راح تظهر جميع الاشخاص من المانيا حتى تدردش فيديو معهم اختار الدولة اللي تريدها مثلا الدولة اي دولة بختار مثلا اي دولة مثلا المانيا اوكي هنا يختار جنسك مثلا ذكر وانثى اوكي مثلا ما تشوفون هذا هو ذكر وهذا كنثى الحين كل محالك هنا تحت شوفوا لاحظوا هنا تشوفوا لاحظوا هنا لما تضغط على هذا الزر راح يبدأ بعمل دردشة عشوائية لأي شخص في موجود اونلاين في البرنامج مثل ما تشوفون عدد المستخدمين المتواجدين اونلاين نفس ما تشوفون تسعتاش الف واحد وتسعين الف مية وثمانين واحد اونلاين لما تضغط على هذا الزر راح تبدأ بعمل دردشة فيديو مثلا ما تشوفون حتى توقف حتى توقف الناس ما تشوفون الحين دردشة فيديو مع شخص شوفوا لاحظوا برؤ تلقائيا راح يتغير او تضغط على هذا الزر يتغير الحين تضغط على هذا الزر راح يتغير الشخص شوفوا لاحظوا راح يتغير الشخص اللي تريد الدردشة معه مثل ما تشوفون اوكي حتى توقف الدردشة بالكامل اضغط على هذا الزر خلاص يتم يقاف الدردشة اوكي مثل ما تشوفون عندك هني العدادات العدادات تضغط عليها بتحصل هني تقدر تخرج من برنامج تحذف البرنامج وغيره من خيارات اوكي الحين مثلا تريد تبدأ دردشة مرة ثاني اضغط على هذا الزر راح يبدأ الدردش دردشة فيديو اونلاين مثل ما تشوفون هني هذا الشخص من المانيا راح يكلمك تقدر تكلم معي يتكلم ترى شوفوا هذا هو شرحت التطبيق كاملة اذا عليك المنقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وافع الزر هذا هو التطبيق مع السلامة